احتفل مواطنون قليم حجر لميز بذكرى السابعة والخمسين لعدل الاستقلال وسط حضور كبير من السلطات الإدارية والشعبية ترأس المناسبة حاكم قليم حجر لميز عليو آدم أبدالله تقرير آدم شرفتين فجر الحادي عشر من أغسطس لعام 1960 قد طلعت شمس النحار بذوق إيد الاستقلال من المستعمر الفرنسي على يد رئيس الجمهورية عنذاك أنغرتات تومبلبي وذلك بعض الندال والجهود الجبارة والتضحية التي بزله الأجداد والعباء كي تعيش البلاد بعمل واستقرار تام وتستقل بسيادتها المختلفة للنهوض والتطلع المستقبلي للبلاد والرقي إلى التنمية الشاملة وبهذا فقد بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني وذلك بعد أن تجول حاكم إقليم حجر لميز عليو آدم أبدالله بالقيادات الأسكرية المختلفة واحدا تلو الآخر لتقديم التحية الأسكرية بهذه المناسبة التاريخية إذا ذلك وضع الحاكم إكليلا من الزحور على قبر الجندي المجهول وذلك تقديرا وعرفانا لما قام به الجنود الشاديين من النضال والكفاح بغد نيل الاستقلال الرسمي للبلاد هذا وأن الحفل حضاره لإداريين ومختلف إحداث القوات الأسكرية إضافة إلى السلطات التقليديين وتم خلالها الأروض الأسكرية الرائعة بشتى قيادتها المختلفة بدءا بشرطة الدرك الوطني مرورا بقوات الروحل والشرطة الوطنية وانتهاءا بشرطة البلدية نقليم حجر لميث إلى إقليم وداي حيث احتفل سكان إقليم وداي هم أيضا بحضرة إقليم وداي مدينة أبشة بالذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال بحضور حاكم الإقليم محمد بشير أكرومي تقرير أبدالله هروم برمحة بهضور أفراد القوات المسلحة الشادية وسكان مدينة أبشة حضرة إقليم وداي جرى بساحة الاستغلال الاحتفال بذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني الذي يصادف الحادي عشر من أغسطس من كل عام مزاوى قد رأز هذه المناسبة الاحتفالية حاكم الإقليم محمد بشير أكرومي الذي قام بوضع باغة من ظهور على قبر الجندي المجهول تقديرا وعرفانا لتلك التضحية عقب ذلك جرى عرض عسكري شارك فيه جميع وحدات الجيش الوطني الشدي بالمنطقة سياسيا احتفل مناضل ومناضلات الحركة الوطنية الإنقاذ بمدينة بيريه بإقليم تانجالي بمناسبة مرور الزكرى الأولى لتنصيب الرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو في الخماسية الحالية تقرير مونة حسن سكايا وسط حشد كبير من مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ وعضاء المكتب السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ ومناضلي الأحزاب المتحالفة بإقليم تانجالي بمدينة بيريه في ساحة ورد فيزيون اهتفلوا بمناسبة الزكرى الأولى لتنصيب فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو لولايته الخامسة بعد فوزه بالانتقابات الرئاسية للعام 2016 طوالت الكلمات والخطابات أولاها كلمة الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ عبر فيها عن فرحته بمناسبة حاز اليوم الذي سجله المناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ على تعريق إنجازات حزبهما الذي لا يعرف الرجوع إلى الوراء مؤكدا أنه لولا العزمة الخانقة التي شهدتها أول سنة لحزه الخماسية لكان أكبر جزء من وعود فقامته قد أنجز بأكمل وجهه في كلمته بهذه المناسبة محافظ تانجالي وسط أمارو سندى مكاشي سرد فيها إنجازات فقامته والتي تمركزت جلها من محاربة الإرهاب المديء قدما نهو تحقيق نصر ساهق ضد الجماعة المتطرفة اللادينية بوكو حرام والتي هي إهداء الأسباب التي سيرت البلاد نهو العزمة الاقتصادية ولكن نجحت سياسة الرئيس الرشيدة في تصدي للإرهاب ستنجح بلا أدنى شك في تجاوز هذه الأقل كما نظم المجلس الأقليمي لحزب الحركة الوطنية لإنقاذ الأمباس بإقليم البطحة حفل بمناسبة الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس الجمهورية كان ذلك بحضور حاكم الأقليم جان بيرنار بداري تقرير محمد طهجي بن الحر الذكرى الأولى لتنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو احتفل بها هنا في آتيا في جو من الابتهاج والسرور المناسبة التي جرت بالمقر الإقليمي للحزب شهدها إلى جانب الحاكم جان بيرنار بداري عدد من نواب البرلمان أعضاء المكتب السياسي الوطني وعدد من الشخصيات والمناضلين هذا الحضور الكبير له دليل على أن مواطني البطحة يقفون دوما خلف رئيس الجمهورية ويساندونه في تحقيق برنامجه التنموي بحسب رئيس لجنة التنظيم الحاج محمد مكة أما الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بالبطحة إبراهيم سنوسي إمام قال إنه من دواعي السرور أن يلتق المواطنون في هذه المناسبة البهيجة التي تعتبر من أهم محطات المسيرة الديمقراطية بالبلاد وانتهز الفرصة لذكر بعض الإنجازات الكبرى لرئيس الجمهورية في إقليم البطحة في مجالات البنية التحتية والمنشآت الخدمية كالمدارس، الجسور، المستشفيات والمراكز الصحية ونشير إلى أن المناسبة حضرها أيضا ممثلو الأحزاب المتحالفة والمعارضة في سياق متصل أيضا احتفل مناضلو الحركة الوطنية للإنقاذ الـ MPS بمدينة كمرة بالذكرى الأولى لتنصيب رئيس الجمهورية تقرير أدى محمد شرف الدين كغيرهم من مناضلي ومنادلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم مندولة فقد احتفلوا بمناسبة الذكرى الأولى لتنصيب رئيس الجمهورية إدريس دابيد نو لولايته الخماسية حيث عبدوا فرحتهم ووصفوا بأن رئيس الجمهورية ومعسس حزب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس دابيد نو على خدمته الكاملة خلال هذه السنة استهلت المناسبة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة للحفلة جاسرانباي الذي قال بأن خروجهم بهذا الصباح الباكرة وتركيع شغالهم الخاصة والعامة بهذا الجو الخريفي إنه لدليل واضح على أن المناضلين والمنادلات لهم الإخلاص والنية الكاملة للوقوف من حزب الحركة الوطنية للإنقاذة مؤكدا بأن رئيس الجمهورية قام بإنجازات العديد في مجال التنمية مما يشار إليها بالبنانة سيما في العاونة الأخيرة التي تشحد البلاد في عزمة اقتصادية خانقة حيث استطاع توفير العمن في شتى ربوء البلاد الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم مندول جامباي جامبي قدم شكره لحاكم إقليم مندول والوفد المرافق له كما طلب من المناضلين بأن يكونوا على كلمة رجل واحد لتوحيد صفوفهم في هذا الحزب لأن رئيس الجمهورية عدريز دبيدنو أكد في ولايته الخماسية يحقق الكثير من الخدمات العامة لصالح الشعب والمواطن رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما أضاف جامباي بأن نظام الإسلاح المؤسسات الذي أطلقه رئيس الجمهورية مؤخرا له دليل واضح لأن ينال المواطن الحرية المطلقة في ظل الحكم الديمقراطي واختتم الحفل برقصة شعبية فرحا بالذكرى السنوية لتنصيب رئيس الجمهورية ومعسس حزب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريز دبيدنو صانع النهد قام يوم أمس أمين الدولة لدى وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي أبو بكر جبرين بتنصيب الحكم الجديد لقيم شريبا جرمي بورتوغي ويدو خلفا للحاكم السابق داود كينيفور تقرير أدم حسن المكاوي تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 1115 الصادر بتاريخ الثلاثين من شهر يوليو للعام 2017 والقاضي بموجبه تنصيب حاكم شريبا جرمي الجديد تأتي زيارة أمين الدولة لدى وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي أبو بكر جبرين إلى مدينة منسينياء حضرة إقليم شريبا جرمي لتنصيب الحاكم الجديد بورتوغي ويدو وخلال حفل التنصيب قام الحاكم المغادر داود كينيفور بتقديم حصيلة أعماله منذ توليه إدارة الإقليم في شهر نوفمبر للعام 2016 بدءا بالأسبوع الوطني للمرأة الذي احتضنت مدينة منسينياء فعاليته وكذا إنشاء مركز لتدريب النساء على هامش هذا الأسبوع طالبا من الجميع الوقوف والعمل معا لمواجهة كل الأزمة أمين الدولة بوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي في خطابه التنصبي أشار إلى أن ضرورة القيام بفرض سلطة الدولة التي بدونها كل عمل تنموي واقتصادي واجتماعي لا فائدة من أن أتوجه إليكم بإسم الهكومة وبإسمي الخاص بالشكر الهار لجاه السيد داود كينيفور للأعمال الحامة التي قام بها أثناء إقامته معكم لأنه ضبط النظام والهدوء الآن والأمن الذي ساد أثناء تواجده معكم وأنه يستحق بذلك الشكر والتقدير بهذا أتمنى له نجاها باهرا في وظيفته الجديدة إن السيد برشو ويدوء الذي لأظيم الشرف ليقدمه هنا هاكما لإقليم شاري باقرمي وهو يعد من الكوادر الفطنة خيس أن فقامت الرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية اختاره لإدارة هذا الإقليم وأنه يتاج إلى دعمكم ومسانداتكم لأداء مهامي بعدها قام أمين الدولة بوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي بمراسب تطبي وتسلم الراية من الحاكم السابق وتسليمها للحاكم الجديد لإقليم شاري باقرمي الجنرال بورتوكي ويدو الذي أعرب عن شكره لفقامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على ثقته بشخصه داعيا جميع سكان الإقليم إلى التعاشي السلمي والتفاهم بين مختلف طبقات المجتمع واحترام التسلسل الإداري آملا أن يكون التعاون عنوان لتمكن المنطقة بأسرها من تحقيق أهداف رؤية 2030 وبعدها انتهى الحفل بتوقيع الحاكم الجديد والمغادر على محضر تسليم وتسلم مهام إدارة الإقليم فيرا من بلتن حاضرة تقليم ودي فيرا نصلوا إياكم إلى ناتذ النشرة الإخبارية العرضية التي قدمناها لكم من الفضاء الشادية من الجميلة كل سنوات تطيبون بذكرى عيد الاستقلال المجد حتى ألقاكم تبتل من الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر